بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وأفضل الرسل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتانا شهر رمضان شهر بركة يغشان الله فيه فينزل الرحمة ويغفر الخطايا ويستجيب فيه للدعاء وفي رمضان نحن على موعد مع الجنة وهي تفتح أبوابها وفي استباق إلى الخيرات والطاعة هو صباق المشتاق لإرضاء الله والغنائم لا تعد ولا تحصى فقط علينا اغتنام الفرصة قبل أن يمر العمر دون أن ندري ونكون من الخاسرين أيها الأحبة أجواء رمضان نعيشها علنا نقتبس من نور الشهر الكريم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة إذن هل نحن مستعدون النية موجودة الطموح عالي الإحساس بالتقرب إلى الله بكل طاقة وبكل جهد للوصول إلى أقرب درجة ممكنة من الله فالله عز وجل يعطي الأجر الجزيل والكبير على العمل القليل الله سبحانه وتعالى يعطينا في كل حين هدية من الهدايا والعطايا هدايا يوميا الصلوات الخمس هدايا أسبوعيا يوم الجمعة وهدايا سنويا وموسم للطاعات وهي النفحات موسم أو شهر رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أن تصيبكم نفحة فلا تشقون بعدها الله عز وجل أعطانا يعني هدايا كثيرة في رمضان صيام قيام قرآن صدقة ذكر الصلاة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة من الهدايا هي هدايا ربانية ومن هذه الهدايا عطق الصائمين من النار عن أبي هريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كذلك دخول الصائمين الجنان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد كذلك الملائكة تستغفر للصائمين كذلك من الهدايا فتح أبوا باب الرحمة عن أبي هريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين كذلك مضاعفة الحسنات قال صلى الله عليه وسلم كل يعني الحديث القدسي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كذلك صلاة الترويح عن أبي هريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذلك هدية هدية تفطير الصائمين قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء كذلك من الهدايا هدية نظر الله إلى عباده الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده يريد الله أن يرفع درجات العبد فكن حريص أيها الصائم إذا نظر الله إليك أن تكون في طاعة أن تكون في عبادة أن تكون في قرب من الله عز وجل وإذا نظر الله إليك لا يعذبك هي نظرة إحسان نظرة رحمة كذلك من هدايا يعني رمضان من الهدايا الربانية الدعوة تكون الدعوة مستجابة في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ودعوة هنا جاءت نكرة معنى تعظيم وتكثير يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريبة أجيب دعوة الدعي إذا دعان يعني الحال خير من حال الحال وأنت صائم أنت تدعو وأنت صائم وأنت مؤمن وأنت تقوم بطاعة والزمان خير خير زمان اللي هو شهر رمضان كذلك تصفيد الشياطين فالله سبحانه وتعالى يسلسل الشياطين في رمضان يهيئ يهيئ الجو للعبادة الله عز وجل كهيئ الجو العباد يلو للعبادة يعني هو توفيق للطعام وهذا دليل على محبة الله عز وجل لنا كذلك رمضان شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والجنة درجات ذلك هو تدريب على كظم الغيظ لمرضات الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيظ ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق فإن سابه أحد أو شتمه فليقول أنا صائم أنا صائم كذلك من الهدايا الربانية هدية فرحة الصائم للصائم فرحتان فالله عز وجل يدخل الصرور على قلب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الفرحة الأولى هي فرحة في الدنيا فرحة العبد عند فطره والفرحة الثانية فرحة عند رقاء ربه كذلك رمضان هو شهر القرآن إذن يجب استغلال شهر رمضان لقراءة القرآن كذلك من الهدايا الربانية هدية الذكر وهي من أسهل العبادات ومن الهدايا الربانية في رمضان تأخير الصحور قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن الصحور بركة إذن هدية فيها أجر من الله عز وجل يعني نقتني بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقوم في وقت مبارك تتنزل فيه الملائكة ويقول الله عز وجل هل من مستغفر فأغفر له وهل من تائب فأتوب عليه وهل من سائل فأعطيه إذن أسأل الله عز وجل إذن فنستغل يعني هذه فنحرس على هذه الهدايا الربانية ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر آمين 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 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته